ردا على المعارضة الاوروبية لعادة فرض العقوبات الاممية على ايران اتهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الحلفاء الاوروبيين بالانحياز الى طيران بومبيو تعهد بان تبدل الولايات المتحدة كلما في وسعها لتفعيل عقوبات الامم المتحدة على ايران وذلك عقب اعلان فرنسا وبريطانيا والمانيا ان واشنطن لا تملك الحق القانوني لاطلاق ما يسمى بالية سناب باك لعادة فرض العقوبات على طيران لانها انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي رسالتنا بسيطة للغاية لن تسمح الولايات المتحدة لاكبر دولة رعية للارهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات وصواريخ وانواع اخرى من الاسلحة التقليدية بحرية من جانبها طلبت روسيا التي تعارض فرض عقوبات على ايران ان يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا لبحث التطورات بشأن الملف الايراني وتتيح الية سناب باك للولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الامن باعادة وضعها حيز الانفاذ خلال ثلاثين يوما من اختارها للمجلس ولا يحق في هذه الحالة للدول دائمة العضوية استخدام حق النقض الفيتو وكانت واشنطن تلقت صفحة قوية في مجلس الامن الاسبوع الماضي عندما لم تصوت الا دولة واحدة معها على مشروع قرارا قدمته لتمديد حظر السلاح المفروض على ايران في نتيجة كاشفت عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي